السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم بسام عيد طلعت النتائج التحليل أخيراً من حق الدوام الجديد إن شاء الله فقبل أن أعلمكم النتائج لا تنسون تشتراك حق الغناوات فعلوا زر التنبيهات وعطونا كمانتات وليكات تنشرون الفيديو إذا ما عليكم أمر يلا خلونا نتخل في الفيديو طيب رجعنا لكم من جديد وطبعاً الخبر عن التحليل الحمد لله طلعت النتيجة والحمد لله عديت اختبار المخدرات والشرابة هذه الدنيا كلها والحمد لله أن البابي سيد والذي ما تابع البلاغ اللي قبل وما عرف وش البابي سيد اللي هو بذور الخشخاش هذه الحمد لله ما عفست لي السيستم فنجحت في الاختبار ونجحت في كل شي فالأسبوع اللي راح ذاه كان مر يعني شاق يعني ما أقدر أتكلم عنه من إيميلات من ترتيب من الأمور هذه كلها لأن راح يكون التمرين في ولاية ثانية فبكرة رحلتي إن شاء الله دعواتكم لي فاليوم يعني بالذات كان مرة مرة مزحوم عندي فغيرت يعني خلصت الدنيا غيرت توائر السيارة غيرت كل شيء وديت سيارتي الثانية حطيتها في القراج الدنيا هذه كلها بس ما صورتها عن ما كان عندي وقت فبس أبغى دعواتكم إن الله يوفقني إن شاء الله والولاية المشكلة اللي أنا بطلع لها أنا المدينة اللي أنا أصلا ساكن فيها خط واحدة من أخطر المدن في كندا بس المدينة اللي راح أروحها إن شاء الله هي أخطر مدينة في كندا يعني معروفة يعني في الإجرام في الدنيا هذه كلها فدعواتكم إن شاء الله نستتيسر الأمور بطلع بطلع كده شهر إن شاء الله شهر تدريب وبشوف إن شاء الله إذا عجبتني الشغلة يعني وتيسرت الأمور إن شاء الله راح أكمل فيها إذا ما عجبتني احتمال إني أرجع وشوف لي شيء ثاني بس الحمد لله يعني إن أعدث على خير والشيء الثاني زين إن أنا إني راح أروح في سيارتي يعني لأن المشوار هو تقريبا ست ساعات ونص بس يعني مش مرة بعيد بس برضو يعني يعني بعيد بشوار الحالك ودعا حوصة شوي فهم هو شيء بالبداية يوم قلت له إن أطلع بسيارتي يرفضوا قالوا لي لا حنا بنحجزك تذكره ولازم تيجي على الطيران رفضت أنا وقلت لهم يعني عطيتهم عذر كذا ومشت الحمد لله لأن أنا أحتاج السيارة هناك يعني لو في أمرجنسي لغدر الله أو شيء أم تضايق يعني الواحد يتضايق من جلسة تخيل أجلس في فندق مدة شهر كامل لا أروح ولا أجي فأحتاج سيارة يعني أطلع بغير روح مجمع بغير شوف المدينة عارف المدينة زيرها من أول بس يعني فهمين قصدي يعني فالحمد لله تيسرت الأمور بس الحين بنطلع إن شاء الله أخذ آخر عشاء لي هنا في رجائنا وبعدها إن شاء الله راح أرتب يعني أشيل أغراض من السيارة أشياء الزائدة أشياء اللي محتاجها ورتب شنات ورتب دينيتي عشان بكرة ظهر وبكرة الصبح إن شاء الله بأمشي يلا خلنا نطلع الحين روح نتعشها طيب بصلنا للمطعم الحين جايين نتعشة هنا طبعاً هنا عاشها في كندا معروف هنا يبدو مساعة تقريباً خمسة كده فاليوم أخر عاشها لي إن شاء الله في رجائنا في ولاية سكاتشون وإن شاء الله نستانس يوريكم عشانا إن شاء الله بعد شوي و لا تنسون تعطونا ليكات تم زلدناً فيه أشياء كثيرة جاية إن شاء الله بطريق طيب هذا الطبق الأول السايد ليوناتشس لحم يلا بالعافية علينا طيب أنا طلبت الطبق داد تعبان الحمد لله نعمة هذا الطبق الثاني باستا علينا بالعافية طيب رجعنا عليش طلاق أنا عارف بس عندي دول الشنطة حقت دوامي قديم سكب والله لا يعودة من دوام استغبت بها غضي نحاول الحين نحمل الأغراض من السيارة الشياء اللي أنا بيها و نحمل الأغراض الثاني في السيارة الثانية يلا عندي عافية هنا بالشنطة كلها كلها عدة بس لازم نشيك هالتوارو والشي في التورك وما أنا متغيرتهم فبعد فترة لازم تغيرونهم يعني ولل تغيرون بعد يوم كذا وشي نسكت فيهم خط لازم ترجعون تيتون عليهم لأن يرخون البلوب دول وما تضغى ما بغى تاير يطير علي أنا وانا الطريق يعني يلا خلنا نشيك عليهم ما عليش ما سجلت كثير بس خلصنا نظفت السيارة الشيكس على كل زيوتها على توائر على الدنيا وصخ وما وصخ لتو الكرامة كل شي تنظر والحين عندنا سقريبت الساعة واحدة بالليل فبحاول أسوي ذا الفيديو خالصة بس بسرعة واخد لي غف وكذا قبل الله مسك الخطر الصبح اشتركوا في القناة